نرحب بحضراتكم مرة تانية وكاعدتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدأ معكم أخبارنا وفقراتنا بهم الأخبار والأحداث اللي حصلت انبارح ومن أهمها تقدم سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العصفة التي ضربت البلاد وأكد سيادته تضاون نصر حكومة وشعبا مع أشقائنا في مصابهم الأليم أيضا أعرب عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل وأن تمر هذه الأزمة سريعا يعني طبعا خالص العزاء والمواسالي الشعب الليبي الشقيق كمان بالنسبة لأخبار مجلس الوزراء مبارح الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء عقد اجتماع الاجتماع ده تابع فيه مقترحات تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية وكمان تابع المشروعات الجديدة في المنطقة الصناعية الصينية تيدا مصر التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير أخبار كتيرة مهمة حصلت مبارح أبرزها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العصفة لضربة البلاد مؤكدا تضامن مصر حكومة وشعب مع أشقائنا في مصابهم الأليم وأعرب الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل وأن تمر هذه الأزمة سريعا إمبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة مقترحات تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية خلال الاجتماع تم استعراض تفاصيل المقترحات الخاصة بالتطوير وجه مدبولي بعقد اجتماع آخر بين الفنيين والمختصين للاستقرار على المخطط النهائي اللي بيفي بأغراض الحفاظ على الأماكن الأثرية والتراثية إمبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة المشروعات الجديدة بالمنطقة الصناعية الصينية تيدا مصر التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واستهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تولي اهتمام كبير بالاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ضوء رغبة عدد كبير من الشركات الصينية في الاستثمار في السوق المصرية وجه رئيس الوزراء بدراسة الطلبات التي وردت من الشركات الصينية واحتياجتها المختلفة من مواد خام وطاقة حتى يتسنى المضي قدما في تعزيز الشراكة مع الجانب الصيني انبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جذب وتشجيع الاستثمارات في مصر وخلال اللقاء تم التأكيد على أن جهود تحسين مناخ الاستثمار خلال الأشهر الماضية أسهمت في جذب استثمارات جديدة تنوعت بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية ده بالإضافة لتسليم الرخصة الذهبية لأربع شركات ليصل إجمال الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 22 شركة كما تم تأسيس أول 30 شركة إلكترونية انبارح أكدت الحكومة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بفرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة ألف دولار لا علاقة له بالسائحين القادمين لمصر لأغراض السياحة وإنما يختص بضواب التقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين دمصر إقامة غير شرعية خلونا نروح مع حضراتكم لجولة أخبار المحافظات ونبدأها من محافظة الشرقية تحديداً اللي تم فيها افتتاح ست مراكز لخدمة البطاقات التنمونية الذكية ده بالإضافة لتشغيل 73 منفذ لجمعيتي و21 سيارة متنقلة لبيع السلع الاستهلاكية من الشرقية نروح لبني سويف تم فيها افتتاح معرض أيدي مصر لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية وفي المانيا كمان تم تركيب 93 وصلة مياه شرب مجانية للأسر الأولى برعاية وفي إنا تم افتتاح معرض أهلا مدارس بتخفيضات تصل إلى 25% كل سنة وحضراتكم بألف خير خلينا نروح لتفاصيل أكتر من محافظات أكتر في سياق هذا التقرير محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار وأحداث كتيرة في الشرقية تم افتتاح 6 مراكز لخدمة البطاقات التموينية الزكية بالإضافة لتشغيل 73 منفذ جمعيتي و21 سيارة كمنفذ متنقل لبيع السلع الاستهلاكية وإقامة معارض أهل المدارس لبيع منتجات ومستلزمات المواطنين بسعر أقل من الأسواق في سهاج أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة عن تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى طهطة العام تمهيداً لتشغيله وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمركز طهطة والمراكز المجورة وده في إطار خط التطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات وتزودها بأحدث الأجهزة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين فأسوان تم تنفيذ 4250 زيارة منزلية داخل 26 من القرى والنجوع بمركزي إتفو وكومنبو استهدفت توعيد 24763 من السيدات والرجال والأطفال وده ضمن فعليات حملة بلدي أمانة لنشر التوعية المجتمعية وتعزيز محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لدى الأهالي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في بنسويف شهدت المحافظة افتتاح معرض منتجات أياد مصر ضمن مبادرة دعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره مشروع قومي يستهدف كل فئات الأسرة المصرية تضمن المعرض نمازل من المنتجات اليدوية والصناعات الحرفية والتراثية عبارة عن مشغولات متنوعة تحمل الطابع والفلكلور الشعبي لبنسويف كجزء أصيل من تاريخ وعراقة مصر على مر العصور في المينيا أعلنت مدرية التضامن الاجتماعي أنه تم تركيب 93 وصلة 100 شرب مجانية بقرية الصليبة في محافظة المينيا دعماً للأسر الأولى بالرعاية واللي تم اختيارها وفقاً لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجاً فأسيوت أعلنت المحافظة عن بدء فعاليات لجنة تقييم المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزكية وعقد مقابلات مع أصحاب المشروعات لاختيار أفضل 18 مشروع على مستوى المحافظة وده في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية نصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في المنوفية أعلنت مدرية تضامن عن استلام 3542 سلة غزاء من الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مركز أشمون وده في ظل اهتمام الدولة بالقطاع الاجتماعي ورعاية الأيتام والفقراء في الغربية نفذت مدرية الطب البيطاري ثلاث قوافل بيطارية مجانية بقرى تطاي مركز السنطة ومينية إبيار وأبو الغرب مركز كفر الزيت وده في إطار تنفيذ فعليات القوافل البيطارية للقرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة في قناة شاهدة المحافظة افتتاح معرض أهل المدارس بمدان الساعة لتوفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة ضمن فعليات مبادرة كلنا واحد بيوفر المعرض جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمرحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بنسبة 25% مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية